الترخيص للمتياز في خدمة النقل العمومي أو مستغل للعمل الجوي سيكون متاحا قريبا حيث استقبلت الوكالة الوطنية للطيران المدني أربع طلبات من متعاملين خواص بعد تعديل القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني خطوة تجسد توجه الجهاز التنفيذي الذي أمر بالإسراع في فتح عملي لسوق النقل الجوي أمام الشركات الخاصة الرغبة في الاستثمار نعم دفت الشروط الكل يكون في نفس المستوى شركات وطنية أو خاصة أظن الوكالة هي دورتها هو الحكم ومراقبة هذه الشركات فتح الاستثمار في مجال النقل الجوي أمام الخواص ستنجر عنه عائدات اقتصادية نوعية بالإضافة إلى خلق المنافسة بين القطاع العمومي والخاص ما من شأنه الإسهام في تحسين الخدمات والارتقاء بها تماشيا والتطور الذي يشهده قطاع النقل الجوي في العالم الوكالة هي تكون مراقبة على هذه الشركات وفي نفس الوقت المنافسة توضع عند هيئة وطنية وتعطينا كانت عندنا تجربة سابقة للجزائر ما كانت شيئاً حبيباً في المئة نظر أنها تكون الآن تنفسية للخطوط الجزائري يكون عنده هذه التنافس يمكن يحسب الخدمات وحتى في سلم الأسعار تحيين الأسطول الجوي المدني وفتح الاستثمار أمام الخواص في هذا المجال تحدي جديد تخوضه الحكومة بعد تجارب سابقة لم تحقق الأهداف المرجوة وسط مطالب باستخلاص الضروس منها وتوفير كافة الظروف المادية والبشرية لإنجاح المسعى وجعل هذا القطاع الاستراتيجي رافداً من روافد الاقتصاد الوطني